اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعلمية وتأثيرها اجتماعيا عشان كده اصبح لديه الكثير من محبيه وايضا من اتباع الاسلوب والطريقة في التعامل مع الشؤون الادارية في تنظيم الاندية ضيفي الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك سابقا وعميد كلية التربية سابقا اهلا بحددك يا دكتور اهلا بسهل واستاذي في الكلية دكتور انا سعيد بوجود حددك معنا والله انا اسعد ان انا بقالي فترة يعني وحشتنا الله يخليك يا دكتور وعايز استثمر وعايز استثمر الجالسة دي حقيقة القيمة الادارية العلمية الزهنية للدكتور كمال وازاي ابتدي اترجمها ل اسلوب تتعامل به الاندية لنجاحات تجربة بتاعت حضرتك اسمح لي اقرأ اخواني المؤدين حقيقة كتبين مقدمة حلوة قوي هارال حضرتك ومنها السؤال بيقولوا ايه لم يعشق الجمهور الابيض رئيسا لنادي الزمالك بقدر ما تعلقوا بكمال درويش الرئيس الاسبق للقلعة البيضاء فعلى مدار تسعتاشر رئيسا تولوا مقاليد الحكم في قلعة ميت عقبة منذ انشائها عام الف وتسعمية وداشر لم يحقق رئيس من بينهم حجم النجاحات والانجازات التي حققها كمال درويش خاصة مع فريق كرة القدم الشغل الشاغل والهم الأول لجماهير القلعة البيضاء فالزمالك الذي سجل في تاريخه الحافل بالألقاب تسعة وخمسين بطولة لكرة القدم كان لدرويش نصيب الأسد فيها حيث تحقق خمستاشر بطولة بما يعادل ربع الألقاب في فترة ولايته التي بدأت عام الف وتسعمية ستة وتسعين وانتهت عام الفين وخمسة قبل أن يعود في اكتوبر الفين وثلاثة على رأس مجلس معين بقرار من طاهر أبو زيد وزير الرياضة ولقب درويش بصائد البطولات أنا ما جبتش حاجة من عندي هم اللي كتبين لك كلام ده فبقرأل حضرتك تعليقك هو الحقيقة يعني زي ما حالك قلت هو محاولات لتطبيق العلم أي يعني وانا مؤمن بهذا وحاولت إن أنا أطبقه في الوسط الرياضي سواء بقى في كمدرب يعني بدأت كمدرب جوا نادي الزمالك ومدير فني وفي الهندوول وعملنا شغل كويس قوي يعني عدنا 15 سنة محدش كسبنا يعني 15 دوري متصل واحتكار كاس مصر لغاية أنا بطلت وتمن مطلات أفريقية وبعدين توليت رئاسة الاتحاد الملاكمة الانتخاب من 92 ل 96 عملنا خمس أبطال على مستوى العالم يعني خمس أبطال في مستويات أوزان مختلفة خامس على العالم كان نتيجتهم فئتنا جبنا ثلاث ميداليات الأول مرة في تاريخ الملاكم بعدين توليت مسؤولية نادي الزمالك الحقيقة نادي الزمالك يعني أنا عاد فيه يعني بدان موجود في مصر بقعد في نادي الزمالك كان محتاج لتنظيم إداري على مستوى حجم جماهير نادي الزمالك مش حجم عضوية العضاء الجماهير في كل ربوع بصر العالم العالم وانت موجود حتى تلاقي التواقف دي موجود كل حتة فيها محبي للنادي ويجمعوا بعض ويتابعوا مع المباريات وكده اشتغلنا مع مجموعة كانت مميزة في مجلس الإدارة كان كلهم تقريبا مديرين فنين رياضيين زي إسماعيل سليم كان مدير كابنة عزو من جاهد كرة طايرة ياسر إدريس المهندس ياسر إدريس سباحة فالمجموعة دي معها بقى إداريين خصوص الناحية المالية كان موجود محمود بدريتين ثم بعد ذلك موجود المندوه الحسيني وكان معانا في الشؤون القانونية أستاذ مشار مرتضى منصور كان متولي برضو الأمور القانونية عضو ثم بعد ذلك الجنائب في الفترة التانية فالحقيقة كان فيه شغل جامل جدا كمان أنا استعانت في الفرق المختلفة وفي الإدارات المختلفة بأساس من كليات تربية رياضية يعني العلاقات العامة والإدارة كان رئيسها قطاع دكتور أشرف صبحي ومعاد دكتور محمد فضل الله في المشاط الرياضي دكتور محمد الحمحمي دكتور حسين السمري دكتور حمحمي موضوع أن يوم البطش يبقى في الفورم بتاعنا عشان إزاي تاخدها بالتدرج وإزاي دورة الحملة الإسجوعية والكلام ده كله فاجبتول مراجل قاعد وعمل لهم كراس التدريب لكل الفرق من أول الناشئ الناشئين لغاية ما طلقنا المجموعات دي مع المجموعات اللي هي المتطوعة في مجلس الإدارة قدرنا نعمل شغل الحقيقة كويس جدا وكان سهل صعب سهل يعني إزاي إنك تدي مسئولية وفي علم الإدارة إزاي تمكن الناس اللي بيشتغلوا معاك من شغلهم عارفين الأهداف بتاعتنا إيه وإزاي نحقق الكلام تلك وبيهدوء يعني كانش حد منتظر يعني إحنا في الأول مرينا بإغفاقات ثم بعد ذلك بدأ المكاسب فهي العملية كلها عملية الناس تقرأ والعلم موجود في الكتب محتاج بس الناس تطبقوه مش في الرياضة ده في براح الحياة كلها دكتور كلمة دكتور كمال درويش أكاديمي هي بيعتبروا الأكاديمي صوبة أكاديمي معين الناس يعني تحدث كنت ممارس ومدارس يعني بتكلم بقى فنيا دا ممارس وكل حاجة مدرم ممتقب مصر ومتاع بسبب في الآخر بيشوفوا البدلة بيفتكروا أكاديمي أنا الغردة بلبسش جرفضت لأن أنا متأكد أنك حديق برضو كاجول شوية فلما بيطلقوا البدلة وتتكلم يعني بتروي كده فيقول لك ده رجل أكاديمي أكاديمي العلم في الأساس بالعكس أنا شايف إن ده تنظير تنظير العلم تنظير العلم بييجي بعد التطبيق يعني إحنا عملنا مؤسسوعة في الإدارة في إدارة المؤسسات الرياضية تلت كتب كبيرة كده تلت 2004 اللي هي إيه اللي بيتم في الوسط الرياضي مكانش فيه لا احتراف إيه قواعده إيه هو الاحتراف ده الناس عش عارفها عملية الرعاية والتسويق انتقال للقرط القدم اللي صناعة كاملة ده نتكلم فيها وكلات اللاعبين وكلات اللاعبين وكلات اللاعبين وكلات اللاعبين والسماصرة ومشاكلهم يعني وبقت فيه وكلات منظمة على مستوى دولي كل ده موجود العقود وإزاي تتعامل العقود اللاعبين وإزاي تتعامل التأمين الصحي التسويق الاستثمار التمويل الذاتي فكل اللي الواحد شافه وعاشه جوه النادي تتعامل في شكل تنظيري مش العكس بقى إن أنا جاي بتنظيره وبطبقه لا ده أنت بتاخد خبرات تطبيقية وكمان بتنظرها بتطورها بتطورها ونتائجها ونتائجها كويسة بزي يعني عملت كمان مكاسب ردود فعل كويسة فقضية الأكاديمية الحقيقة يعني أقول لي لا هي الفكرة أنا بدور على هو المعنى يعني أنا لما أجأتكلم أنا بكلم الدكتور كمال درويش عميد كلية التربية ورئيس نادي وقيمة راجل يعني سواء أنا قلت أو ما قلتش رجل من الناحية العلمية وصل لقمة الفكر العلمي الرياضي وبيطبقه على الأندية أو نادي الزمال معنا أصلا يعني هنا سؤالي أنا الحتة اللي هو يمكن الناس ما بتعرفهاش أي اللي هي الحتة العلمية أي يعني أنا توليت مسؤولية البعثات في الرياضة المصرية العلمية لمدة 20 سنة آ توليت لجنة العلمية للتريئيات في المجلس الأعلى للجماعات المصرية لمدة 25 سنة حاليا أنا رئيس اللجنة العلمية الاستشارية في المجلس الأعلى للجماعات في الرياضة في الرياضة يعني فدي الحتة الأكاديمية أي اللي هي الناس ما تعرفنيش بيها أي يا بتعرفني لما توليت مثلا تدريب أي أو إن أنا توليت إدارة نادي الزمالية هنا هاجل حضرتك بقى هل الرياضة المصرية النهاردة شوف انا بتكلم في اتجاه علمي وهوصل مع حضرتك لاتجاه في عشوائية هل الرياضة المصرية النهاردة تدار باسلوب عشوائي ازاي الدليل على ذلك ان المتولى المسئولية ما هوش متخصص المتولى المسئولية الرياضة في مصر مش متخصص بمعنى يا دكتور بمعنى انه مهندس انه قول الامر حتى الان بيبصل الرياضة على انها طرفيه او وسيلة الهاء ما بيبصلهاش على انها امن قومي ما بيبصلهاش على انها خلق مواطن صالح يستطيع ان ينتج اكثر يستطيع يوم ما تحتاجه للدفاع عن وطنه يبقى جاهز لما تيجي انت تختبر الولاد اللي بيخشوا اختبارات الكبور في كلية التربية الرياضية او في كلية الحربية او في كلية الشرطة او في كلية في كلية الطيران كلية الجوية بتاخد اعداد قليلة او اللي بتنجح ايه ده معناه ان النظام الرياضي كله مش مزبوط مستوى اليقى البدنية للشعب المصري زيرو يعني حضرك شايف ان من يتولى مسئولية ادارة الرياضة في مصر لازم يكون متخصص معه العلمية طبعا وحاليا غير متخصص حاليا غير متخصص وقابل كده غير متخصص غير متخصص ولا يستفيد من المتخصصين يعني بنفترض حتى جدلا انه شخصية في وسط الشبابي كويس وكده ايه في النواحة التخصصية لازم يستعين بمتخصصين المحترفين ايه هي الدولة صرفت على الناس دي فلوس كتير جدا يعني صرفت على الخبرات والاساس دول البعثات بملايين الجنهات هل يرجع بيشتغل حقته الاكاديمية فقط ولا ينزل للعمل العام مش كل الناس مقاتلة في عملية الانتخابات وكده مش كل الاساسة كده الاساسة فيه منهم ناس بتوع معامل فيه ناس بتوع فكر فيه ناس بتوع تنظير فيه ناس بتوع تدريس تعمل تخطيط مركزي وهكذا مش كل الناس هتنزل وتخش الانتخابات ما عندهاش هذه القدرات فدول الناس تتعلموا مع الحساب الدولة امتى يشتغل الدولة صرفت عليهم صرفت عليهم ملايين ملايين باعثات في امريكا وفي بريطانيا وفي الباجر وفي انحاء العالم هل ده دكتور ليه انعكاساته على الاندية يعني حضارك ذكرت نقطة في غاية الاهمية نقطة مفصلية يعني ان ادارة الرياضة في مصر تدار عن طريق غير متخصصين صحيح هنا هننزل بقى بالهرم ان الاندية اللي هي تابع للادارة الرياضية في مصر هل تدار ايضا باسلوب عشوائي؟ طبعا امثلة الاندية بشكل عام الاعضاء اللي عاملين فيها مش اعضاء رياضيين اعضاء يجوا يأكدوا على النشاط الاجتماعي جوا فاللي عاوز يكسب الانتخابات في الاندية لازم يهتم بالنشاط الاجتماعي فيه اندية رياضية وفيه اندية اجتماعية اي انا معاك في الاندية الاجتماعية كده لكن الاندية الرياضية زي الزمالك وزي الاهلي وزي الاتحاد وزي الاسماعيلي وزي المصري دي اندية رياضية جماهرية شعبية للأسف برضو الأعضاء العاملين اللي هم جواهم قلة الأعضاء الرياضية فانتخابهم للناس انتخابهم على الخدمات الاجتماعية التي تقدم بالتالي الهرب بتاعها مش متخصصين لما تيجي بعد كده الأندية تشترك في الاتحادات الرياضية هتنتخد من الوسط الرياضي من مجالس إدارات الأندية فتنتخب برضو ناس في معظم الأحيان من مش متخصصين هم نفسهم دول بتوع الاتحادات اللي هم غير برضو متخصصين هم اللي بينتخب ينتخبوا الرؤسة أو مجلس ده كلام سليم فتصور بقى انت الموقف يعني من القادة وصل للدرجة غير تخصص حتى قمة الهرم فبالتالي ما فيش تخطيط عام لعني حتى لما شاركنا في مجموعات مننا طبعا دخلت وقاومت وبقت موجودة من المتخصصين اللي هي عمدها القدرة على خوض الانتخابات بأشكالها المختلفة وما أدراك من الانتخابات وما أدراك من الانتخابات نحن عايشنا الانتخابات كسبنا وقسرنا لكن تجربة من التجارب المهمة اللي كان لازم الواحد ياخده فلما اتعاملت لجان تخطيط وأتذكر فيها كان ساعتها مثلا في السكرتير عام اللاجنة القلمبية سواء الدكتور محمد حسن علاوي أو الدكتور سليمان حجر رحمة الله علي أو الدكتور حسن مصطفى لما تولى سكرتير عام اللاجنة اهتموا بلجان التخطيط لما تعمل كده ابتلت الرياضة تززبط اه يعني ابتلى مثلا لما يحصل الابتقاء للناس اللي هتسافر الأولمبياد كنا بنرجع تاني الاتحادات الدولية ونشوف الرينكينج بتاع الناس بحيث اللي يسافر فعلا يا إما يعمل نتيجة ايوه يا إما ما فيش لازمة للصرف بتروح مبسلين فقط ده كلام سليم فدي كلها أمور تعتمد على حجم التخصصية أو العلمية في تنفيذ البرامج وبقى فيه مشروعات لكبار طوال القامة مشروعات للعملقة فيه تصنيف فيه تصنيف فيه تصنيف وفيه شغل وانا الحقيقة تصنيف بأسلوب خطتي بأسلوب فيه رسم السياسة لنهوض مثلا بكرة السلة بالباسكت بالفوليبو الطائرة بكرة ايا من الرياضات واكتر واحد الحقيقة اشتغل في هذا الاتجاه من الوزراء اللي هم غير متخصين هو الدكتور عبد مينو عمارة اه فكان ده المكتب الاستشاري بتاعه اه وكان متواجد على طول وبنى جوه الكلية بنى الكلية لان الكلية كانت محتاجة امكانيات هو فعلا ماد يد الارادي انقطناعا بأهمية الضر اللي هتلعبه اه وده الواقع اه وتتذكر حضرتك ان انتدب بالدكتور اسماعيل حمد عثمان اه كان رئيس الاتحاد الملاكمة ايه رئيسا لجهاز الرياضة اه وانتدى بالاستاذ الدكتور موسعد عويس ايه رئيسا لجهاز الشباب اه وبدأ الشغل في وزارة الشباب او كان ساعتها المجلس التنفيذي للشباب والرياضة وعملوا شغل قويس اول ايه ورد دكتور عليك دي هنهل برضو شوية لان كان برضو كابتن طلع الجنيه دي رحمة الله عليه كان هو رئيس جهاز الرياضة قابليه كابتن حنفي ايه اخد بارك فاهتن بالمتخص لانه استاذ جامعة متخصص ايه فالموضوعات دي عاوزة ادامج ما بين الخبرات وما بين التخصصات ايه بنفترض جدلا انا متولي مسؤولية نادي الزمالك هل انا عرف كل حاجة في الاشياء القانونية لا لا طبعا لازم اجيب الناس متخصصين محاسبة التخصص مالية وازاي اشغل المال ده اللي موجود وازاي كافية استثمار وكافية الزرف عدم اهدار المال العام لا اشياء دي كلها نسويق المنشآت الرياضية ازاي اجيب مال ازاي امول نشاط الضخم اللي في نادي كبير زي نادي الزمالك اربعة وعشرين لعبة اربعة وعشرين لعبة اربعة وعشرين لعبة من اول المدرسة تحت السن لغاية الدرجة الاولى وبنين وبنات ها الاف هل نادي الزمالك لما اجي بقى للتقييم يعني في مرحلة نادي الزمالك كان يضار بيها باسلوب علمي زي ما عندك ذكرت فيه تخطيط وفيه لجان متخصصة وكان ليه انعكساته فيه تحصيل البطولات النهاردة نادي الزمالك فين من الوضعية دي والله هو نادي الزمالك في الفترة يولد فيها السنين وقت اللي هو المنشآت المنشآت المنصور ايه هو النادي كان محتاج في المنشآت حاجات كتير ايه هو عمل ثورة انشآت اه طفرة كبيرة طفرة كبيرة بدون شك هي حاجة فغير فعلا معالم النتيجة اه فعلا ووصلوا في النحل انشآت لشيء مميز جدا اه وده لازم يشكر علي اه وبعدين في الفترة دي حصلت بقى قضية الرعاية والنقل الحصري لمباريات وبقى فيه اموال موجودة ايه النتج عنها انه قدر يجيب مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين ايه فالبداية كان كويسة جدا يعني خد دوري وخد كاس ايه وفي الهندبول كسب والباسكت رجع تاني اللاعيبة ورجع تاني في الهندبول اللاعيبة وكرة طايرة ايه لكن كسر السوبر كمان والسوبر صبعا خده فده كله عمل طفرة ايه طفرة كويسة انشائية ورياضية طبعا بقى انت ما تحس انك انت الكلام اللي انت عملته ده بالجهد ده هو جهده خارق يعني هو ما عادش اللي بيروح مكتب ولا بيروح فعلا مجل الشعب تركيز تام عن نازل تركيز تام عن نازل فانت ما توص تلاقي قدامك اخطاء بتحصل ينتج عنها فقدان ما حققته في الفترة المصغيرة دي بتتاب يعني هنا عشان يعني امشي مع جملة حضرتك الانجازات الكبيرة مع جهد مدني في منطقة معينة يعني الاهتمام بالانشاءات بعد الحصول على البطولات والكلام ده هنا وصل لمرحلة ان هناك اخطاء مش عاوز اقول اخطاء يعني مش ده اللي بيشتغل بيخطأ اللي بيشتغل بيخطأ هيبقي كبير لما بتحس بقى ان انت عارف انك انت الوصول للهدف اه سهل سهل السهل لكن الاصعب السبرارية لك 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 لانتسبيت بازل مياخد وقت كبير. فكمان قضية تغيير المدربين. دي قضية من القضايا. اللي هي تداولت بشكل. يعني ما يتمشاش مع فكرة التدريب. يعني هنا احداك بنوصل لمرحلة ان تغيير مدربي كرة القدم اثر على الفريق بالسلب. بلا شكل. بلا شكل. يعني دي احدى السلبية. اه طبعا. دي سرعة التغيير. طبعا. طيب ما هنا المردود. بعد يزن حضيرك يا دكتور. انا انا اسف للمقاطعة. هنا المردود ان والله انا بغير بس بقى جيب بطولات. مش هتستمر. الطفرة الاولانية هي اللي استمرت. الطفرة الاولانية هي اللي استمرت. ايه. طب بتاع التهتزم. الاهتزاز ده جاء من ايه? كل مدير فني بييجي بيبقى له وجهة نظر مختلفة عن اللي قابله. ايه. وانت جيبت لعيبة مميزة كتير. فبيغير التشكيل. فرق الرياضية محتاجة تثبيت. ايه. اللي اشتغلت في التدريب عارف كلامه. لا. طبعا محتاجة تثبيت ومحتاجة تركيز. ومحتاجة البدايل. اه. تدفع المثبتين لرفع مستواهم. مش خروجهم عن النظام. مش خروج عن النظام. اه. يعني بيخلي ما تبقى واحد وراه على طول. بيبقى هو اخد باله انه في اي لحظة. ممكن. ايه. فلازم يحافز على المستوى. فبقى فيه خروج عن النظام. بقى فيه عقوة عقوبات. عقوبات كتير. كتير يا بالزاب. فبالتالي ابتدى الشكل التنظيمي للفرقة يختلف. يهتز. 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 والاهتزاز. ابدل اللي احنا فيه. اللي احنا فيه. انا هاخد حداياك لنقطة تانية انت ذكرتها. هي نقطة خاصة بالبث الفضائي والعائد العوائد المادية. اللي نتيجة اه 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 تقدر نقول عليها اه بتساعد كتير جدا فيه الطفرة اللي موجود فيها الاندية. لما اجي ارجع بالزاكرة كده شوية يا دكتور. اذا كان الدوري السعودي كمثال. الشركة الرعية شرية حقوق البث فيه بمليار مليار دولار. ما يعادل تمنتاشر مليار جنيه مصري. لمدة اربع سنوات. تمام. لا يتفق مع الشركة الرعية اللي هي تدير كرة القدم المصرية اللي بتدفع ليه اتحاد الكرة المصري تمانين او تسعين مليون جنيه لمدة اربع سنوات. ما بالك بقى لو كلمنا على النسبة وتناسبة. وعن ان الاندية المصرية العملاقة الكبيرة زي الاهل والزمالك والاسماعيل والتحاد الاسكندري والاندية والمصري اندية الجماهيرية دي. رفعت سقف هذه التعاقدات والمطالبة بحقوقها. اذا كان الدوري السعودي مليار دولار. هل يعقل ان الدوري المصري يبقى تمانين تسعين مليون جنيه حتى لو زمالك اخد عشرين مليون ولا خمس وشر مليون? لا هو الوقت العملية الحصرية في النقل بتختلف من نادي لنادي. ده لو كان نادي فردي. اه والرعاية فردية. بس ده خلط. الحصر فردي. اه. يعني احنا ما توليت انا كان مسؤولية اه 2013. كان كنا احنا عاوزين نسعى ان الدوري يستمر. فالدوري مش ممكن يستمر الا اذا الدولة اكدته. تمام. فبناء عليه عملنا النقل الحصري لكل الاندية وجماعي للتلفزيون المصري. تمام. وكان بتمانين مليون على ما اتذكر. اه. و ورفضنا ورفضنا التعاقد الا بعد موافقة مجلس الوزراء. ايه. عشان يبقى فيه ضمان للاستمرار. لانه كانت بعد كارسة بورسعيد. الوقت الحالي الموضوع ده ما بقاش حصل. كل نادي اتجه لحاله. اه. عمل تعاقده لحاله. اه. ما هو الغلط. ما هو الغلط. انا مش عاوز اقول الغلط برضو عشان. ما هو تمت النقطة. دي وجهات نظر. يعني. ممكن. ممكن صح. اه. انا اقول وجهات نظر. ممكن. يعني. فضلا من فترات يعني وانا وانا بعمل حصري في التلفزيون المصري. انا جاء لي نفس الشركة دي. وحاولت معايا كنادي زي ما قالك ان انا مليش دعوة عملية. انا فاصل. انا رفض. طبعا. لان كنت ساعتها ممثل لهذه الاندية. اه. وكان الهدف. يمكن مش واضح للشركة. الهدف ان كان الدوري يستمر. اكتر من ان ناخد فلوس. يعني لان عودة الحياة الكراوية مهمة للمجتمع. اه طبعا. مهمة للمجتمع. مهمة للمجتمع. مهمة للمجتمع اجتماعيا وسياسيا اقتصاديا وكله. من كل نواح. الوقتي الدوري بيتعامل في مصر من غير جماعية. اه. نظرة برضو المشاكل اللي نتجت. اه. والدواعة امنية. اه. غير القواعد الامنية ما هو. اه. احنا في مباراة المنتخب. بيوصل سبعين الف. في جماعية. ومباراة بطولة افريقيا سواء الاهل او الزمالك بيوصل العدد. دي. العداد دي. وبيسمح بيها الام. يعني لام دي المتنفسة في دوري واحد هنا بيبقى. هنا بيبقى فيه المشكل اللي هو. العصبية. وفي نفس الوقت. الموضوع محتاج اه برضو دراسة اه كاملة. واعداد مع الالتراس دي او الويت نايتس والزباة المسميات اللي هي موجودة. كل نادي ليه تسمية. من النجوم المحبوبين. اه. من اكتر من الاداريين. هنيجي للنقطة دي يا دكتور بس خلينا ركز مع حضرتك مسألة البث الفضائي والعوائد المدية. العوائد. لان دي في غاية الاهمية. صحيح. انا حضرتك قلت والله احنا تغضينا عن مسألة تمانين مليون. لان هنا لازم اسأل حضرتك هي من يقيم الدولي المصري. من يقيم الدولي المصري. الانديها نفسها ولا الشركة الرعية. واذا كانت هناك تقييم لدوري مثلا لدولة جارة. من جيرانا يعني زي السعودية. مليار دولار. فعليه اساس تم تقييم الدولي المصري بتمانين مليون جنيه. ما هو الحقيقة التقييم منخفض جدا. يعني ازاي. ازاي. منخفض لان ما كانش فيه ضمان للاستمرارية. ضمان الاستمرارية الدوري. ما تعرف ايه. هو الشركة الرعية هتديني الفلوس دي علشان هي هي يجي لها شركات تعلن. شركات تعلن. وهذه الشركات اللي تعلن. تعلن منتجاتها في اثناء المباريات. ايه. سواء كان في الملعب. او بين الفقرات. الراحة. او الى اخره يعني. الاسبوتات الاولانية يعني. فدي هتعتمد بتعمل العقود السنوية. ايه. فبتعتمد في الاصل على ضمان ان الدوري مستمر. امان. فالفاطر الاولانية ما كانش الدور يعني ما كانش الدور مضمون. ايه. فيه توقفات وفيه ايه. ودورة لغة. بس بعد كده اتعمل تعاقد بتالت سنين او المفروض انها ينتهي. ما هو. ولا اربع سنين اللي مفروض انها ينتهي بنهاية الموسم يعني. عاوز يضمن الاستمرارية. الاستمرارية بتالت تدريجيا الوقت مع الحالة اللي احنا بنعيشها الحمد لله والامن اللي سيطر على. الموقف. على الموقف. بقى بقى احسن. بتالت تزيد. اه. وزادت قوي بالنسبة للأهل والزمالك. زادت فعلا. بالنسبة. كمان فيه لعيبة مميزة اتبعت. يعني سواء عارة او بيع كامل جابت اموال. ايه. لعيبة مميزة. ايه. زي اه رمضان صبحي زي كهربا. اه فيه لعيبة. محمد عبدالشافي. اه. يعني الحقيقة زي اه عمر جابر بالنسبة للنادي الزماجة. فدول برضو عملوا عملوا شغل. عملوا رواج. عملوا رواج. عملوا رواج. اه. فهي. فهي قضية استمرارية شوي. استمرارية. احنا متفقين يا دكتور. لان الاستمرارية يعني معناه نجاح للبطولة. اه احنا النهاردة عندنا مشكلة ان المباريات تلعب بدون جماهير. اه. لكن مباريات تلعب والجماهير تشاهد المباريات في البيوت او في المقاهي. تمام? في نفس الوقت ما زلت اصر على مسألة التقييم. هل في لجنة متخصصة للتقييم? لا. مفيش لجنة. مفيش. طيب كيفية ايجاد هزي اللجنة? ما هو لازم. هي اللي هي الوسيط بين الانديا وبين الشركات الرائعة عشان يتعامل مزايدة. اتعامل مزايدة صح. هو عشان كده لازم يرجع للمتخصصين. اه. لازم يتعامل المعايير. بناء عليها نقدر نقول ده يسوي كام? اي. يعني مسلا مباراة زي مبارح اللي احنا شفناها كلنا. برشلونة وريال مدريد. كام الف في المدرجة. مليار بين ادم تفرج على المباراة مبارح يا دكتور? مليار واحد. طيب ما هو دي لازم تتحطي كمعيار. عدد سكان الكرة الأرضية حوالي ستة مليار. ستة مليار. اه. فلازم ده يقيم. عدد القنوات اللي نقله. لازم يقيم. اي. فده لازم كمان ترفع المستوى الأداء. لازم تبقى انت كمان تشتري العيب على مستوى عالي. اه. بالزبط. اه. مدربين على مستوى عالي. مدربين على مستوى عالي. اه. في ده كله طلع. اه. ده كمان يخليك. يعني مسلا ما اجيب الوقت انا مدرب اجنب. اي. طب انا مدرب اجنب هيكلفني كزا. اه. طب انا ما اتنا بلوقت هتنقل اللي هتاخد الماتشاط بتاعك. طب انا لازم هزوت. اه. يبقى هنا اللاعيبة. المدرب. الاجهزة المعاونة. الملعب بياخد مني فلوس. ما فيش شك. فكل دي. كل دي محاور لها مصاريف. لعملية التقييم. اه. لازم انا بقى في الحالة دي. الناس تعد كمتخصصين. وتكتب الكلام ده. وتشوف على العموم كام. لو كان هيتعمل حصر جماعي. او كل النادي على حسب قدرته. اه. احنا هنا بنتكلم على المعايير. معايير. على المعايير. مفيش معايير. مفيش معايير. عاليا يعني العملية زي ما نقوله كده ايه. مش عاوز اقول. الاهل يعني. اه. يعني غير مخططة. اه. يعني. طيب. تقييم غير حقيقي. غير حقيقي. تمام. عايز اسمع من حضركك الاجابة على ان الشركة الرعية. تستفرض بالاندية. وفي نفس الوقت. مسألة التقييم احنا متفقين لما فيش معايير. فعلى هذا الاساس فيه فوضى. لما يجي النهاردة. مثلا مزايدة بتاعة كأس مصر. لما يتعمل عرض من شركة بتمنتاشر مليون جنيه. للبث الفضائي لمباراة كأس مصر. واتحاد الكورة يقبل عرضه اقل من العرض المقدم اللي هو بتمنتاشر مليون جنيه. قبل عرضه باثناشر مليون جنيه. معناها ايه الكلام ده? اخد العرض الاقل وساب العرض الاكبر. وفيه وستف ماني بقى. فيه الافريق. اه. وده الكلام اللي حصل في الاتحاد الافريق. من عارف بس انا يهمني اسمع الاجابة. لا طبعا غير. يعني هل ده منطقيا يعني. لا طبعا. ايه دوافع? ايه دوافع? ليه? المفروض يعني احنا ما اشتغلنا في النادي الزمالك. اه. في موضوع الممارسات والحاجات دي. انت عارف اساليب فيه اساليب حديثة في الادارة كتير. اه كتير. انا متصور ان اسلوب الادارة على المكشوف. اخي بالك. هو الاسلوب اللي يتناسب مع هذا العمل الجباهيري. اه. معناه ايه الادارة على المكشوف? معناه ان الممارسة تبقى مفتوحة على الهوى. اه. ما بتبقاش مقفولة. اه. وان الناس تتقدم. واللي عاوز يعني بيبقى فيه اجهزة الدولة موجودة السيادية. رقبية. وفي نفس الوقت ممثل للاتحاد نفسه. اه. تمام. رقبية. ورقبية. وايه شوفوا الدنيا مفتوحة. اه. ما تتعملش مقفولة. يعني الحاجات دي عاوزة تتعمل مفتوحة لانها تهم الجماهير. تهم كل الاندية. ده يجريني لسؤال تاني. يعني هي الفكرة ان ازاي يعمل المزايدة. وتبقى محصورة لشركة. تمام. على اساس ان هو ضامن اصوات نجاحه. من خلال الناس اللي هي بتاخد القرار. ما دي مشكلة كتير. اه. ما دي المفروض ده يعني سوء استخدام للسلطة. اه. وفي نفس الوقت اهضار ملعم. اه. يعني احنا طبعا اه. القضية دي يعني هي في واحد اتنين. واحد زائد واحد سوى اتنين. لما تعملش واحد زائد واحد سوى اتنين بتخرج برا الشرعية. اي. واي خروج برا الشرعية ما كانها بقى النيابة والمحاكم وكده. هنا في تضارب. وده اللي عامل شغلة. عامل مشاكل. مشاكل. مشاكل كتير. طيب هنقول ايه بقى لتضارب المصالح. يعني انت النهاردة قدام ظاهرة. زي ما حضرتك ذكرت. حقيقة ان ما فيش تقييم وما فيش معايير. ففي فوضى. فبالتالي انت قدام ظاهرة. شركة رعية تتحكم في مقدرات الكرة المصرية بالفتاة. يعني ما يتم عرضه على اتحاد الكرة والاندية. انا بعتبره وكله بيعتبره مقارنة بالدول الاخرى فتاة. تمام. ومع ذلك هناك اغضاق على برامج رياضية وازاعية لحماية هذا الفتاة. ما هو دي بتتقدنا للقضية اللي هي. بقالها فترة عاوزة اتاخد فيها قرار. ان اعضاء مجالس الادارة ما يشتركوش في هذه البرامج. اللي بترعاها نفس الشيكة الرعي. لان دي برضو عاملة نوع من عدم الشفافية. يا اما يسيد. يا اما يشتغل في البرامج. حدش بيبنى حد من من رزقه زي ما بيقوله يعني. لكن في نفس الوقت بدان متأسر بالعمل الاصلي اللي هو العمل التطوعي. المفروض بازم يسيب حاجة من الكنين. ده كلام سليم. هنا دكتور لما تيجي بيشيعوا في الوسط الكروي الرياضي. انهم مسنودين من جهة سيادية. لا. هل هذا يعقل? لا. هل مخبط عقول الناس بالشكل ده? احنا الحمد لله. اشاعوا في الوسط الرياضي. ان هناك جهة سيادية. واقفوا غراهم. انا لا اتصور ذلك. يعني انا لا اتصور ذلك. احنا بيقودنا راجل وطني. اي. محب الوطن. زاهد. 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 ما فيش شكل. وحدد مرتبه. وتبرع بنصف في صرويته. اي. اللي صندوق. عايش شفافية. عشوائيات. اه. وعايش شفافية بشكل متكابل. متابع لكل كبيرة وصغيرة. اه كتبال حضرتك. هو بيدخل في البراجة بيسمع. اي. ويخش احيانا في بعض البراجة. اه طبعا طبعا. طبعا. هذا الكلام. هذا الكلام يخوف. اه. يخوف اللي ما يفهمش. اه. يخوف. طب هما ليه بيستخدموا اسلوب الترهيب الفكري. عشان توقف. اه. عن 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 الحوارات معهم. اه. طب وهم ليه ما يبقوش مزبوطين بحيث ان هما يقضوا على اي شعاعات شفافية في الموضوعات. اي. يعني المفروض انت بتدرق الشبهات. اي. ما تكشف الامور. اي. ما ترد. يعني رد بشكل واضح. اي. بقول الاسباب. انا نفس الوقت انا قاعد حللهم اسباب. اه. يعني انا وانا بتكلم. اي. عشان ما ما بقاش فيه اتهام. اي. فانا بقول لك اسباب ان مثلا الدوري. ممكن الفلوس بقول ليه ان الدوري ما كانش منتظر. تمام. ان الجماهير مش موجودة. مش موجودة. يطلع انت اقول كده. اي. يعني انت بدل ما تقول انا يعني بتشيه عن جهة سياديها بتحميك. طب ما تطلع تقول كده. اي. تطلع تقول إنك فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وعشان كده احنا خدنا كذا المنع بس ده بيسيء ليهم يعني مسألة إن أنا أطلع واحتمي بجهة يعني أقول إننا فيه جهة سيادية وده طبعا ما بيحانا متفق مع حضرتك تماما ده كلام غير منطقي بالمرة يعني لكن اللي مسنود بجهة سيادية ما يقولش أنا مسنود ما يقولش أنا مسنود هو ده الكلام لا يمكن الواقع كده الواقع يعني اللي هو وصل للمستوى مسئولية عمره ما يقول أنا مسنود بكذا أنا بشتغل أنا بشتغل لإن الجهة سيادية مش هتسندني إلا إذا كنت أنا بشتغل وشريف بشتغل صح ووثقف أدائي لإن لو مش وثقف أدائي هتشدني زي ما بيش شغل الوزر بيسق فيه بيختاره وبعدين تلاقي شغله مش مظبوط بيقوله مع السلام بيريحه بيريحه ده كلام سلام هل ده مسئولية الأندية يا دكتور يعني والله هي ده مسئولية كبيرة على الأندية قاعدة الأساسية للاختيار ليه ليه تماما احنا متفقين لاختيارات وكذا هيجرنا للجماعيات الأمومية طبعا ما هي الجماعية الأمومية التي تختار النهاردة لما ناجي أبص على القانون الجديد وكلمة تعظيم دور الجماعيات الأمومية حق يراد به باطل حق يراد به باطل يعني ايه تعظيم دور الجماعيات الأمومية هل معناه يا دكتور ان لو أعضاء الجماعية الأمومية قالك والله النادي ده احنا عايزين نعمله نادي كورة بس ويلجوا كل الرياضات الأخرى هل ده منطقي ما هو ده حق مكفول لتعظيم دور الجماعيات الأمومية صحية مين بقى اللي هيقوله لا مين اللي هيقوله لا اذا كنت انت عفيد او القانون لما تقدم من مجلس الوزر من خلال وزارة الشباب والرياضة ايه اخفلت موضوعات كثيرة ومع ذلك اللجنة الشباب والرياضة اخفلت الباقي منه لهو يدي اي صلاحية للجهة الادارية المسؤولة من قبل الدولة على التنظيم هذه المؤسسات الرياضية ايه الوزير نفسه قال ان ده الموضوع ده مش سهل لان عندي ستلاف مؤسسة لازم تعمل لنفسها نظام اساسي تمام وانا هحسبها اداريا وماليا وفنيا رقابيا على الاندي طيب ازاي هتحسبها عن نظام الجماعيات العالمية نفسها حطها وفين في ستلاف مؤسسة دي دول الناس اللي هتعمل لنظام الاساسي مش من المفروض ان كوزارة على الاقل تعمل دليل ارشادي للنظام الاساسي بحيسي بقى واضح فيه النقاط الاساسية اللي بناءنا عليها يستمر العمل اه هو ده المنطق ده المنطق ده على اساس ان ده يعمل مع الجميع فهمني انا مفروش حاجة تقول الكلام اه طيب ليه اه التعديد او اه التركيز على مسألة اه الجماعيات العمومية وتعظيم دورها يريد يعني انا عايز افهم يعني يعني ليه يا دكتور واحدة كنت يعني احد رؤساء اللي كان في قانون الرياضة اللي كان اللي اشترك فيه حوالي 400 واحد اشترك شوف يا دكتور ده كان مجهود جبار مجهود جبار جبار صحيح يعني واشترك فيه كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس كل الناس واجا حاجة حقيقة مبتصرة يعني شيء مبتصر وان احنا تكلمنا مش ما تكلمناش وقلنا الكلام ده وقلنا هذا الكلام على الهواء وفي قنوات الحكومة مش قنوات الخاصة الحكومة يعني انا نفسي ازهار الحقيقة في القناة الاولى يعني في القناة الاولى وقلنا الكلام ده وما فيش استجابة لصالح مين يعني لصالح مين هل وضع القانون الحالي من مصلحتهم تعظيم دور الجامعات العمومية لمصالح شخصية هو لو الجامعات العمومية اولا يعني الجامعات العمومية هي اللي تعمل كل حاجة هي اللي تنتخب وهي اللي تشيل وهي اللي تحط اللي مفيش باقيق بسه هو اللي عمل كده ما عاشش الجماعات العومية. ما دخلش انتخابات وشاف يعني ايه جماعات العومية. ده تعبير جميل. ما دخلش. ما عاشهاش. لم يطبقها. لانه لو عارف ان الجماعات العومية تقدر او ما تقدرش وحجمها ايه. وتقدر تحط النظاب ولا لا. ما كانش عمل كده. ما كانش ما كانش تطلع بالفكرة دي على اساس اه. لان يعني انا ما اقول يعني تعظيم دور الجماعات العومية. ده قرار مية مية. اه. بس انهو جماعية عمومية. اه. بس انهو جماعية عمومية. اه. واي مؤسس. المعايير. اه. ذكرت كلمة المعايير. وعلى اي معيار. على اي معيار. وما هو المرشد. اه. اللي انت حطه عشان الناس تشتعل عليه. يعني تبقى الابواب على الاقل اللي هتبقى ايه. اه. المعاملة المالية هتمشي ازاي. اه. هل هترتبط بقانون المالي ولا في قانون مالي خاص. للمؤسسات الرياضية اللي طبيعة عملها. وهكذا. ازاي هيعد المدد. ازاي هتتعمل. اه. هتستهب كده خالص. وبعدين انت كمان مطلوب منك ان الاندية دي اللي هتشترك في الدور المحترفين في كل الالعاب. لازم تبقى اندية محترفة. شركات. شركات. باين فيها ناحية المالية بتاعتها. وان الناحية المالية ما تزيدش عن الدقل عن الصرف. اي. الله عليك. الله عليك يا دكتور. هنا هاجي لموضوع الميزانيات. لان هنا هنفصل ما بين ميزانية النادي ككيان اجتماعي. وميزانية فريق القرى او النشاط الرياضي كشركة خاصة. بالضبط. من المسؤول عن الميزانية؟ من ناحية ايه؟ محاسبيا. هل احنا عندنا فعلا شركات متخصصة ان هي تدقى في الميزانيات بدقة علشان نظام الاحتراف او احتراف الانشطة الرياضية فرقة القرى كمثال. يحتاج لنظام دقيق جدا محاسبيا. هل الاندية هتسمح بهذا؟ ما هو لوحة الاندية لو لم تكتمل الجماعية العمومية بتروح الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبيا. ده في القانون القديم. تمام. في القانون الجديد ما فيش اي نص يخص الموضوع ده. حزق. خالص. خالص. طب ازاي هتعمل؟ اه. هتمشي على انظمة الشركات. المفروض يعني. اه. فانظمة الشركات هتبقى تبقى على وزارة الاستثمار. لا. لا ما هو انت كده. هندخل يا دكتور في تعريف الاندية. الاندية هتدخل. يعني ما فيش. هايب عندك شقتين. اه. ايوا. الز clinically is the national data and national data. وشق آخر هيدخل لناس بأسهم. يجب ان يجد الجماهير. أوكي أوكي. اللي اسهم دي هّدك نتكلم على الكيان. على الكيان اللي هيتعمل. علي النادي هنقول مثلا ما فيش فعال نادي الزمالك. آه انادي الزمالك نادي الزمالك مثلا. نادي الزمالك مثلا. نادي الزمالك مثلا. تمام؟ في نادي اجتماعي تمام؟ نادي مجلس ادارته كده كاملا وفيش شقة تاني جواه منه. ايوا. يتخلق نادي اقتصادي أو كروي أو احترافي شركة شركة لإدارة فريق الكرة القدم أو فرق لأن الفرق كلها بقتلها تحتراف الأنشتر خاصة لعابة جماعية كبيرة الباسكت الهندبول الفوليبول أو كرة السلة وكرة الطائرة رياضات الجماعية وكرة الهند فدي هتبقى شركة خاصة الشركة الخاصة دي هتفتح لها أسهم توزع على الجماهير بمبالغ معينة وحيبقى دا النادي داخل فيها على أنه هو العلامة التجارية الأساسية بنسبة 51% فبالتالي بيتولى رئاستها الشركة دي هو رئيس مجلس الإدارة بتاقي النادي بحاجة للأسهم بحكم ان في نحن دخلنا في شركات في قانون شركات فهنا الموقف اختلف لأنه حسبتك مش هتبقى وزارة الشباب وحسبتك هتبقى قدرت الشركات آه تمام طل الموقف راح في حتة تانية خاصة آه آه لكن لكن النادي جنكا نادي بدام دخل في نظام الاحتراف بقى النادي أساسا موجود نشاط اجتماعي والثقافي رائع ورياضة للجميع رياضة للناس رياضة الجميع ممارسة دي الممارسة دي حق مكفول لكل مواطن تبقى للدستور الدستور المادة 84 مادة 84 مادة واحد رقم واحد ما بالضبط حق المواطن المواطن في ممارسة الرياضة وأن الدولة تكفل له هذا الحق بإنشاء المؤسسات الرياضية اللي تمكنهم الممارسة والملاعب والأماكن اللي تمكنهم الممارسة للترايض طب يا دكتور هنا دور اتحاد اللعبة هناخد كرة القدم كميسات والتحاد اللعبة مش عايز يسيب الموضوع مطلق لرابطة أندية المحترفين انسى لجنة الأندية لأن المسمى السليم رابطة أندية صحيح لكن لجنة الأندية نحن متفقين أن الكلام غير سليم لذا لأن فيه تدخل اختصاصات بين رؤساء الأندية وفيه اللجنة نفسها تمام انت لازم تفصل الكلام ده يبقى فيه رابطة للأندية عضاءها هم قوام الثمانتاشر نادي كل نادي بمثل في هذا والربطة لها إدارتها المحترفة لإدارة شؤون الله بقى صحيح هل اتحاد القرى والأندية هيسمحوا بهذا من تجربتك؟ هو لازم يسمحهم يعني هما لو ما عملوش كده يبقى هما يعني أخطأوا في حق أنديتهم ده المفروض هو كده طب هو مش عايز يعمل كده ما هو يبقى النتيجة لازم الناس تاخد بالها والناس لا تعي حتى إيه موضوع الاحتراف ولا إيه موضوع الشركات دي والناس مش فهمة يعني أغلبية ما اتفانى في الأول إن أعضاء الجماعيات العمومية للأندية أعضاء اجتماعيين أكتر منهم رياضيين فهنا لازم يعو أن هذا الموضوع بحيجيب أرباح وإنه هما لو سهموا فيها هتبقى بالنسبة لهم يعني أسهم متدولة زي أي شركة من الشركات ما فيش شك فلازم هنا الاهتمام بكيفية التنظيم وصحته لإن المفروض بقى لو كانت هتبقى عنديها محترفة وربط عنديها محترفة وفي رعاية كاملة بمبالغ ضخمة هيبقى النتيجة الحتمية للي بيفوز بياخد مبلغ كبير ما فيش شك يعني إحنا في بطولة أوروبا بياخد كامل 70 مليون يورو 70 مليون يورو الأول الثاني بياخد 50 مليون يورو اللي بيشترك نفسه بياخد نسبة من العائد الكامل للرعاية لإزاعة المباريات دكتور هقول لحداتك معلومة للتحاد الكرة الإنجليزي الدخل بتاعه من بس مباريات الدوري الإنجليزي تفتكر كامل يا دكتور أظن بيوصل للمليار شوية 7 مليار جنيس سيرليدي عشان كده اللي بيكسب عشان كده اللي بيكسب وعشان كده بتشيري العائبة على مستوى عالي جدا وبترفع مستوى الأداء وتزود لهم المرتبات لأنه دول النجوم أخذ بالك وبيتعالجوا أحسن أعلاك ممكن فهي فيها الأمور كلها مرتبطة ببعض هنا بقى الاحتراف الاحتراف ده يغير الموضوع خلص هالفكورة المصرية تضرب عقلية احترافية؟ لا تضرب عقلية نازال تهوي حتى الهوي طيب أنا بسرعة بقول القرار لأن الموضوع في دمال لا ما طبعا يعني الناس ممكن تتصور أن احنا مثلا متفئين لا 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 هذا كلام سليم حتى لن نحضر للجلس لا لا إطلاقا طبعا لكن الرد سريع لأن احنا معايشين يعني معايشين الموضوع كاملا طب كيف يسمح لإدارة الاحتراف بقول هو هذي النقطة يمكن قلناها احنا في كذا اجتماع عام وكان سيادتك برضو موجود قلنا من غير المنطق أن يدير المحترفين هو يعني واحد ملوش دعوة بحاجة ملوش دعوة بحاجة خالص يروح يدير الناس محترفة بحاجة بتاعتها هم اللي فاهمين وهما اللي عارفين وهما اللي بيقباضهم وانت يا راجل متطوع بتدير تدع سياسات عامة وتروح تشوف شغلك ولا انت نفسك هتحترف ولذلك حتى النظام الاندية نفسه لازم تغير يعني النظام النادي نفسه لأن الناس بتاعتكلم هي الاتهامات دي بتيجي ليه يعني الوقت المبالغ كبرت فبادت الناس تقول لك الله ده هما كان ناس بتصرع على ايه كل مرة هتقول انت بتصرع عشان البلد عشان حبها حاعد انا اجيب ملايين اجيب ملايين وديها للعيبة وانا هتفرج عليها يبقى لازم النظام يعني اما يبقى منطقية الامر انه مش صح يبقى لازم القانون يتغير يبقى لازم المحترف يديره محترف على قد ما يجيب من المال لصالح النادي على قد ما هو ياخد نسبة من الادارة اي فالاحتراف يولد احتراف مش الاحتراف يديره هو وإيه اللي العملية هتوع طيب يحسن افلاس انا متفق مع حضرتك يبقى هنا هو التعريف بقى يا دكتور التعريف والدور عرف لي دور اتحاد اللعبة وعرف لي دور الاندية عشان نفصل علشان نوصل لي نبقى متفقين يبقى فيه ground base يبقى احنا متفقين على ارضية مشتركة تمام ايه دور الاندية او ايه دور الاتحاد وايه دور الاندية كتعريف شوف لو احنا خدنا مبدأ الاحترافية كاساس اي هو خدنا ان الرياضة انتقلت في خلال العشرين سنة الاخر من الرياضة هواه الى رياضة بيزنس صناعة صناعة اي يبقى لازم تاخد المبادئ وتغيرها على الخاصة بيحان اي يعني لازم تعرف النادي انه مؤسسة تجارية تستسمر اموال في قطاع الرياضة تمام غير ما احنا كنا بنعرف بقى يابل كده مؤسسة تربوية لا تسعى للرمح كلام سليم دلوقتي انعكست الاية انعكست وبقت صناعة بس ده ينطبق على نادي السسماري مش نادي الزو منفقة عامة لا ما خلاص انت الوقتي لو لو حولت الادارة خلاص لادارة محترفة وحولت الاندية تبقى لكرارات الاتحاد الدولي انها اندية شركات يبقى انتقلت من موضوع الهواية لموضوع الاحتراف موضوع الاحتراف فيه مكسب لان الناس هتدفع عشان تاخد مظبوط فبنام هتدفع عشان تاخد يبقى لازم تقنن اي بانها مؤسسة يعني استثمارية او تستثمر اموالها في مجال الرياضة وعشان كده الموقف اختلف اختلاف كامل اي ولزالك قانون الرياضة اللي بتتكلم عنه ازاي ما احنا كنا عاملين لا يهدف للربح طب ازاي لا يهدف للربح نظبوط يبقى فيه لازم تعريف لازم تعريف اخر يتناسب مع الموقف الجديد اللي بقت فيه الرياضة الاحترافية اي اللي فيه استثمار اه بنقول ان ده رياضة بيزنس اه رياضة تجارية بقى فيها تجارة بقى فيها صناعة ادوات بقى صناعة اجهزة بقى فيها منشطات بقى فيها كشف عن المنشطات بقى فيها براهنات بقى فيها فيها عجلات كتير مكانتش موجودة موجودة مزبوط تبعد عن قضية القيم التربوية اللي احنا بنعلمها فيها ايوة ايوة يعني احنا ما بندرس بندرس قيم بندرس رياضة للمواطن رياضة للصحة الرياضة البطولة الاحتراف فيها مشاكلها فيها مشاكل ضخمة صحية انها تؤثر صحيا على الفرض اللي بيوب بيه يعني بتعمله اتلاف للاجهزة ازاي دكتور؟ من الحمل عالي بالضبط زي العربية اللي ماشي على الخمس على طول لازم يهدى شوية لازم يهدى شوية طب بدي هيهدى ازاي وانت بتسعى لأقصى قوة ممكنة اقصى سرعة ممكنة اقصى تحمل اداء ممكن طب مش ده المفروض ليه عمر زمني ليه ليفل وليه عمر زمني وعمر زمني طبعا ما هو يبطر بس المال بيخليه يأخر الاعتزال يعني احنا عمدنا فيه لعيبة كتير يعني شايفة قدامها اموال كتير فمش عايزة تسمر وهي مش قادرة مش عاوزة تعتذر عايزة استثمر فمشاكل معنى فعاوزة استثمر على حساب صحيته على حساب صحيته ده يعني حقيقة برضو ده حاجة مكناش منفكر فيها اه اطلاق انا اول مرة فكر فيها لكن حاضرنا كما جاءت تبص عليها وتشوف انك انت عشان توصل لرفع مستوى القوة يبقى لازم اوصل للحد الاقصى للقوة اي عاوزة استمر فيها عاوزة استمر قد ايه عاملة بالزبط عاملة بالزبط عاملة بالزبط زي اللي بيشتغل قدام فرن الحديد والسلم اه بتدي له وجبة غزائية وبتدي له لبن وبتدي له اعلى اعلى غاتب ممكن اي ليه لانه هو بيستهلك اه اجهزته امام درجة صعوبة عالية اه لقدام الفرن تحمل ده كلام سري وعمره المهني محدود اه وعمر الرياضي محدود محدود ده كلام سري اول ما بيوصل للمستوى الاقتراف محدودة اه وما ينفعش يبتدي صغير اه لان لو اكتدى صغير زي ما بيحصل عندنا في السباحة في مصر يا تك بص تلاقي الولد في درمشتاد ويسافره المانيا يكسبه عبطال العالم بعد شوية بطل المستوى نزل لانه هو ضغط على اجهزة لم تنمو بعد لم تنمو بعد فبالتالي اتلفها اه بوز بعض من اجزاء من اجزاء جسمه الداخلية ده كلام سري فما بيكملش درجة اولى دي نقطة في غاية الامية حية لازم لها برضو ايه لازم لها تفكير لازم لها تفكير وتعمق عشان نعرف ازاي اوليها الامور في ألعاب اي نوع من انواع الرياضات والله دي نقطة جميلة ألعاب الأولى الامور اه انا عندي بنت وحفيدتي اه عندها تنشر سنة تلعب تنس اه والدتها اه ضغط عليها في الامور اه دي الكتورة دي الكتورة مش هينفع اه يعني اولا بتعرضها للضغط النفسي سليم في عدد كبير مبوريات كمان المدرب بتاعها في التنس عاملين نظام غريب جدا ان ما فيش مدرب منتظم ولا يحضر ولا يوجه في السن الزغير اه اه حيكتشف يعني حيكتشف ازاي يعني اه اوجه الضعف ده هيجي يتفرج ده كلام ولا لازم يتابع ويدي ارشادات مصبور اه يعني في موضوعات يعني اصبحت في الرياضة هنا الوقت في مصر موضوعات تنافي اي منطق اه 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 انا بتكلم على حفيت وبنتي يعني اه يعني المفروض تسمع الكلام يعني تسمع الكلام مين انا يعني وانا الراجل متخصص وكتشف مدرب وعمل انجاز طبعا فالحقيقة اه عملية الاطلاف في الوظيف لازم تبان ولذلك الضغط بيبقى بعد اكتمال اجهزة النمو اه بيبقى في حدود السوعتاشر تمنتاشر سنة هل الجسم بيصل لمرحلة الندج الندج الجسماني لسن خمسة وعشرين ستة وعشرين وبعد كده الكيرفي بيبتدي بيبتدي لما اجا اتكلم على قمة التكوين الجسماني لمرحلة عمرية القمة هنا بتوصل لجهة خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة بعد كده الكيرفي بينزل انا هقول له حبيبك اه يعني الاجتماع للاجهزة لغاية تمنتاشر سنة لغاية تمنتاشر سنة في الجيمز بتشوف الملعب على خمسة وعشرين سنة اه بمعنى بقى انت بقى هتحسها اه يعني انت مع نفسك كنت راجل لعيب ده ولوسطان انا كنت الاول مثلا في الجيمز اشوف اللي جمي فحتى الناس في مدرجة الراجل الجاه التانية فاضي اهو ايبا انت مش شايفه ايبا النهاردة في ماطش مثلا الزمالك اللي كان مع المصر زمانك والمصر اه بتزنق نفسك والجاه التانية ضغط عليك اربعة تب ما يبقى معناه فيه اربعة فاضيين في الجاه التانية ايه ايه للملعب مش شايف في المدرج انت قاعد فوق اللي هو الناس الطبيعية المشاهدين يا راجل الكورة هناك ما هو مش شايف مع الضغط العصب بتاع المبره وبتاع الاداء ده بياخد وقت لغاية بتبصت لا فيه بليه ميكر في الملعب اللي هو الولد اللي بيتطلع السرهادي زي ميسي كده شايف اللي هنا وشايف اللي هنا شايف اللي ضغط عنده كم سنة الوقت ميسي عنده ثلاثين اه تسع وشيطة المزبور ثلاثين رونالدو عنده واحد ثلاثين لما ترجع بالوقت بتاعه وهو بيلعب وهو اصغر ما كانش شايف فهو خبر التوقف اه اللي هي بقى حيبتدي الكيرف ينزل حيبتدي ينزل كيرف ايه كيرف البدني ايه الاول ايه حيبقى اللي عنده مش سرعة ولا كوة عنده تحمل ايه تحمل يبقى مايلعبش على سرعات رونالدو دلوقتي مش بسرعته لا 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 بيبلعب باسلوب بازاي اقل بود وخبرة اللي هو اللي هو اللي هو اللي انا هحط فيها اللي غير فيها النتيجة بالضبط اللي غير فيها النتيجة رائع هسأل سؤال حدك اسمحلي يا دكتور اه سؤال اخير النهاردة مشاكل كتير جدا في الكرة المصرية اتحاد الكرة مش عايز يستقيل اتحاد الكرة قالك حتى لو طلع الحكم فانا باقي في المكان المكان ولن أستقيل تعقيب حظريتك اهي على الكلام ده هل هذا ضرب اه يعني بقوانان واللوائح واحكام القضاء للأسف الشديد هو الحقيقة هما بيستندهم لعملية اه دولية اه وفي نفس الوقت قرار وزير الرياضة هما غيروا النظام الأساسي وافت على وزارة الرياضة ووافق عليه الاتحاد الدولي. فأصبح هناك التزام بمواسيك الاتحاد الدولي. كمان الجماعية العومية حضرها مندوبين من الاتحاد الدولي. أكدوا نزاهة الانتخابات. وعدم اللجوء للمحاكم العادية. لقرار موجود. ويلا يوقف لك المشاط. طيب. من حق المواطن المصري. الاتجاه للمحاكم العادية. أستاذ رحضاك لأن بيزنوا علي في اليربيز يعني عشان الوقت تتفضلتك. بس هو عصور موضوع. عشان يعني أخد أخد جماهير. عملية جماهرية. إزاي ولأ. ففي هنا كونفلكت كبير. يعني في فجوة ضخمة ما بين تطبيق القانون وبين الاستجابة للردود الأفعال. والتوابع اللي من ممكن أن تحصل لو أنت تطبقت القانون. يعني هو بيستثمر. هو بيستثمر ده. دكتور كالعادة. أنا ببقى سعيد جدا لأن حوار فكري رائع من قامة زي حضرتك. وتوضيح الأمور بأسلوب علمي جماهيري شعبي أكاديمي. المهم أن الناس بتعرف المعلومة من حضرتك. الله يخليك. فأنا بشكرك جدا يا دكتور. أنا المشكر جدا على الجلسة اللطيفة. اللي هي بتحمل معلومات كتيرة. وأسئلة الحقيقة برضو احترافية. الله يخليك يا دكتور. يعني في المجال تفيد المجتمع إن شاء الله. تلميذك يا دكتور. الله يخليك. إحنا يعني أنا تلميذك يعني. أنا شرفت بحضرتك. وأتمنى إن شاء الله كل التوفيق لحضرتك إن شاء الله. لأن قامة كبيرة وليك تأثير قوي جدا على الرياضة المصرية بصفة عامة. شكرا. أعزائي المشاهدين مع الدكتور كمال درويش أنا مش هعرف أختم. غير إن أنا أقول أنا بشكركم جدا. نهاردة كان يوم داسم جدا. وختمها كان مسك. بلقائنا مع القامة الكبيرة الدكتور كمال درويش. أعزائي المشاهدين إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة. أسامة خليل يحييكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر